الرئيس التركي الحقيقي رجب طيب اردوغان اعلن صباح اليوم عن انتهاء هذه المحاولة الفاشلة في تركيا مضيفا ان المتورطين فيها سيعاقبون بغض النظر عن المؤسسات اللي بينتموا لها الرئيس التركي قال ان من يقف وراء هذه المحاولة هم انصار فتح الله جولن المعارض التركي المقيم في الولايات المتحدة واضاف ان السلطة ستقوم بما وصفه بتنقية الجيش من الارهابيين من جانبها نددت حركة جولن باي تدخل مسلح في تركيا وقالت الحركة في بيان لها انها ملتزمة السلام والديمقراطية كما طالب الرئيس التركي انصاره بالبقاء في الشوارع والميادين حتى نهاية الازمة بشكل كامل معتبرا ان محاولة الانقلاب هي اهانة للديمقراطية واستهانة بالشعب التركي وفي ذات الوقت ثمن الدور الذي لعبه في مواجهة الانقلابيين ونزوله الى الميادين والشوارع لنصرة الدستور فيما اعلنت وكالة الاندول الرسمية للانباء النهاردة ان عدد قتل محاولة الانقلاب التركي ارتفع الى اكتر من 90 قتيل من المواطنين و104 من المتمردين كما ارتفع عدد المصابين الى 1154 جريح كما اعتقلت السلطات التركية اليوم 13 جندي حاول اقتحام قصر الرئاسة التركي خلال تحركات بعض قيادات الجيش التركي فيما تم اعتقال قائد لواء مشات البحرية البرمائية التركية في ازمير صرح مسؤول تركي بان السلطات القت القبض على 1563 عسكري في انحاء البلاد بعد محاولة الانقلاب بالامس اشتركوا في القناة